السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة ونسا على يوتيوب أضخام الحيوانات والطيور على وجه الأرض هناك كثير من الحيوانات الضخمة التي حطمت الأرقام القياسية بأحجامها غير الطبيعية وقد تتفاجأ بالوزن أو الطول الذي تبلغه بعض الحيوانات البرية أو البحرية أو الطيور تعرف على بعض أضخم هذه الحيوانات في جولة مصورة الحباري العملاق أثقل أنواع الطيور التي تستطيع الطيران في أوروبا إذ يمكن أن يتجاوز وزنه الخمسة عشر كيلو جراما يعيش هذا الطير في المساحات المفتوحة التي أصبحت قليلة في كثير من البلدان بسبب الزراعة الكثيفة والحجم الضخم لهذا الطائر يساعده على درء خطر الحيوانات المفتلزة غير أن الوزن الثقيل قد يعيك التحليك عاليا أو بسرعة وكثيرا ما يصطدم مع خطوط الكهرباء أكبر الطيور في العالم رغم أنها لا تطير فإنها تعتبر النعامة من أكبر الطيور في العالم إذ يصل ارتفاعها إلى إثنين مترا ووزنها إلى مائة وستة وخمسون كيلو جراما مما يجعل الإنسان يبدو صغيرا إلى جانبها ويربى النعام للاستفادة من لحمه الذي بات على قوائم الطعام حول العالم صور البيسون البيسون الذي ينتمي لفصيلة الأبقار هو أضخم حيوان بري في أوروبا لكنه مهدد بالانقراض بسبب صيده في الوقت الحالي يتكاثر بشكل خاص في غابات في دولة بولندا والتي لسوء الحظ تشهد صراعا بين أنصار حماية البيئة والحكومة البولندية على قطع الأشجار الدب البني الدببة هي أكبر الحيوانات اللاحمة في العالم قد يصل طول الدب إلى ثلاثة أمتار عندما يقف على ردليه الخلفيتين من الممتع مشاهدة الدب وهو يصطاد السمك الفيل الأفريقي يعتبر أكبر الحيوانات البرية في العالم يمكن أن يصل طوله إلى سبعة أمتار وارتفاعه إلى ثلاثة أمتار أما وزنه فيصل إلى ستة ونصف طن ويتميز بأذنين كبيرتين جدا تساعدانه على تعديل حرارة جسمه الزرافة من غير المستغرب أن تنال الزرافة جائزة أطول الحيوانات في العالم فقد يبلغ طولها خمسة أمتار حتى عجول الزرافة عندما تولد يصل طولها إلى مائة ونصف مترا كما لدى الزرافة أعلى ضغط دم في العالم مما يساعدها على ضخ الدم عبر رقبتها الطويلة تمساح المياه المالحة تعتبر تماسيح المياه المالحة من أطول الزواحف الحية يمكن أن يصل طول هذه التماسيح إلى ستة أمتار ويقال إن أكبر وزن سجله تمساح المياه المالحة بلغ واحد وتسعة طن وخطر تمساح المياه المالحة يكمن في هجومه وأكله للبشر على عكس تماسيح المياه العذبة الذي لا يهاجم الإنسان إلا في حال تعرضه للتهديد منه الحوت الأزرق حطم الحوت الأزرق المهيب كل الأرقام القياسية كأكبر حيوان في العالم يمكن أن يصير وزنه إلى 180 طن وطوله إلى 30 مترا كاد هذا الحيوان العملاق أن ينقرض بسبب الصيد الجائر في القرن العشرين إلى أن تمت حمايته عام 1966 إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته